من دبي ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أحمد إبراهي سيد أحمد برأيك كيف يمكن تفعيل وإيجاد آلية لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية وما تحمله من مبادئ على أرض الواقع سؤال يرد على نفسه من صياغة السؤال كيف يمكن تفعيل عندما نجد أنفسنا أمام وثيقة الأمم المتحدة وسكان كوكب الأرض يتجاوز عشر مليار أمامهم ظاهرة جديدة قبل أن ندخل في المحتوى لابد أن نؤكد على أن هذه المحتويات لابد لها من مكونات ومقدمات المكونات الداخلية لها مقدمات متواجدة عبر التاريخ الإمارات تأسست على وجود وقبول الجار للجار قبل الدار وهذا ما حصل من تسمية سواحل وغيرها وغيرها تحول إلى دولة واحدة واحدة إماراتية سباعية تحلم أن تكون تساعية وإلى توحيد الشعب العربي والنجاح الوحيد الذي صدر وحدث وانضبط وتطبق واستمر في تاريخ العقد الخامس من خمسين سنة هو اتحاد الإمارات الذي يدعو إلى السلام وإلى قبول الجار وفادرة السلام اليوم عندما نرى تشريع وتمهيدات الوثيقة منذ سنتين في عاصمة السلام العالمي وتحت راية زايد ورجل السلام العصر الحاضر محمد بن زايد نرى هناك مقدمات يعني لم نتفاجع بالوثيقة اليوم لغد وإنما كان لنا أمسا وقبل أمس ببعض المكونات التمهيدية للسلام لعلى الإمارات هي الدولة الوحيدة التي توجد فيها وزارات معنية بالتسامح معنية بالسعادة معنية بقبول الآخر معنية بالاندماج بحيث أن يبقى الإنسان إلى جانب الإنسان بغض النظر عن معتقداته وإزالة التشنجات من ازدراء الأديان والعرقية والطائفية وهذا قد يعني يعاني منه الإنسان في أماكن أخرى من العالم رغم أنه يحمل جنسية تلك الدولة قد يعاني من أرقياً ولونياً وطائفياً وعقائدياً فالإمارات تتجه إلى كوكب من الكواكب التي تدعو إلى أن يبقى الإنسان يعني أقرب مثال من الميدان الإماراتي نحن الآن نرى سكان الإمارات تجاوز 10 مليون المواطنون قد يتجاوز 1.2 يعني حدود مليون ونصف إلى مليونين لكن عندما تجي على لقاح كورونا تجده في بوتقة أو في نوع من التصنيف البشري بحيث أن يأتي اللون الأبيض والأسود والعربي والأفريقي والآسيوي والأوروبي يعني يستفيد من هذا اللقاح بحكم هذا والإنسان سيد أحمد إذا انتقلنا إلى الجوائز التي سيتم توزيعها خلال هذا المنتدى على أي أساس يتم اختيار الشخصيات التي تحصل على هذه الجوائز نحن نرى الموطئ القدم التي انطلقت منها هذه المبادرات هي يعني عاصمة سلامية نحن نحمد الله على أن الأمة العربية 22 دولة تنطق لغة واحدة لكن عندما تأتي على أن هذه الدول كلها تتحول إلى صف بإزدراء وتآذر أخوي عربي عربي لم ينجح فيها إلا زايد فإذن الجوائز التي أعلنت ونسبت ولقنت وتوجت بمسميات تأتي من خلال تلك البوادر على أنها جايد زايد السلام ورجل السلام الذي طبق في تاريخ العرب البادرة السلام التي كنا نعاني منها منذ خمسين سنة لعلى الجيل القادم يشكر الله ويشكر على هذه التغييرات التي جاءت أن الإنسان ينظر بالسلام إلى الجانبه فالجوائز مبرراتها ومكوناتها تأتي من خلال بادرة من الذي بادر بالسلام وحافظ على السلام شكرا سيد أحمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من دبي